أكثر نقد كان يجيك أنك تضمر برشا وتميع في القضايا الثقافية نجاوب نوفل بالنسبة لي نراه أي سكيتش ولا أي نقطة ولا أي تفادليك عملتها راهي تفادليك مدروسة يا نوفل هذي نقولها لك راني كي يبدأ بحثي نوفل الثاني نقول أنا راني بش نسألو السؤال هذي نوفل الثاني بش تكون عنده ثلاثة فراضية يتبش يجاوب هكا ولا هكا ولا هكا كنجاوب هكا رابش لجابة متاعي تكون هكا كنجاوب هكا كنجاوب هكا مرة تسيب ومرة تخيب كيم النقطة دماغ هذيك هو أما وخاصة نوفل بالنسبة لنو كتف دواضحين وقتاش نعمل لنو كتف دواضحين كي نعرف اللي البلاتو بدا يصيبوا الملل وردابة عنده الرموت كنترول معناها بدل 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 من قناة القناة هاي ناكي نعرف روحي في البلاتو خاطر نقدموا ونحسب في روحي ناقعد نتفرج هاي ناكي ساعة تطلع اكثر من لازم وسمير ديلولود في العبدالني وصاب ربائم عنتا صاروا برشة حاجات اي صاروا بيانسوي اما وقتها الحكمة والحنكة والدراية نوفل كفاش انك بلاتو كي من هذيك تهزوا لبر الامان صارت تقول انت بيثارة اي حيني انت لحم تعالي خرجها اناس وقريبي ظربة من بر امين اه إنو متخرج واحد لاخر ب Κ لأمين ها 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 ها.. لقد هستعط super ساعات تخرج لكن تخرج را هي بأيراتي مدوا حين ساعت نساء باللعب كما في بلاجب ل Viele كما انت هيا باللعب نقل نخلي على قل خلي شعبي الشيخ ولا خلي المشادي بعضهم. لأ خلي يأكله بعضهم. عنا جمعتين ما حكي علي احد خلي يصير بوز. خلي خليه. انتي ترك صريح جدا. اي. وانا فرحان انك انتي معايا. والله يا لو فتصدقني. دونك محليك تحكي كده. عمل في نواف ماش بيش نحكي. انتي تسجل في برنامج النهار الجمعة يجيك خبر وفاة وردة الجزائرية. ليلتها قررت تمشي للجزائر وتعمل قناة اه تغطية خاصة. رد تفعل اي اعلامي ولكن ما يزموشكم في تونس لان وقتها احنا بعل قلو لك ما عنيش فلوس. وتونس رقو من اليوتيوب علينا قضو نمشيو. اخي انتي قصية تتسكر انتي على حسابك اللي كنت وهالا من فلوسك. فيو اللي انتي اعلامي ما لابس بيك. ما تعالش حتى قداش تخلص جملة. ما لابس بيك انتي. الحمد الله معنا تارب يزيدك. هذي قناعة ولا وقاع ملموسة وثابتة ولا? هذي قناعة ولا وقاع ملموسة معناتها بار بي. قصيت تسكر انتي وهالا من فلوسك ووسبت معنص نهار كنتو في الزير. رئاسة الجمهورية الجزائرية كانت عام لمعلومات حد ما يصور زنازة. تحديتو انتي وهالا ذوادي القرار ودخلتو لمقبرة شهدية وسجلت بتليفون يسوى مية دينار. الامن الجزائري حاصركم بسلاح وتم ايقافكم. لو لا تدخل صبر باعي كنتو متمنعوش من عشرة سنين حبس انتي وهالا ذوادي. هي حاجة فونتاجية ولا رأنا ما ارتحنا من هالا ذا كنتي عشرة سنين. انا وقتها يمكن يعطيوني صرصي. هي تتشد. المهم. اه وقتها نوفر نعدي في برنامج بيلا مجارما نهارج مع في الليل. اه لسعت القبي زميل المخرج نحيي. قالي وليد وردت وفات. ضعنك وقتها العاشرة الهداشمتاع الليل. خرجت بوردا نحبها ياسر. اه قطرهم يعديوا لي غنية الوداع في جنيريك فان. ومشيت للدار قعدت واحدة نخمة 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 نخمة. عملت اتصالات متاعية من عش كيفاش. اه على اساس ان يكون في في الجزائر. كعملت اتصالات متاعية حتى بعض الاصدقاء الجزائرين قالوا لي راهوا يمنع ومنع عند بيتنا التصوير. راهوا تعليمات كبيرة من رئاسة الجمهورية ومن ومن ولد ابن وردة ومن القناة التي تتعامل معها وردة. قناة روتانا. اه. دعوا ما فماش مكانين لك تصوير. اذا الاربعة مطاعة سباح كلمت هلا قطل هلا تمشي لجزائر قاتلين امشي قطل ها بان. قديش تتكلف الرحلة تكلف مليون وميتين ما عنديش وقته مليون وميتين نهار الجمعة حتى المحافظة المركزي معدونا نهار جمعة مليون في الاخر بالكل دبرت رأسي غذيت الفلوس ومشيت الجزائر الحاجة نتذكرها قلت الهالة في هوريب ومدين كهابتين في الجزائر قلت له هالة عنا فرضيات قاتي شوما قلت لهيا انبيتو في الشارع وإلا انبيتو في المقبرة متع وردة وإلا انبيتو في أحس النزل في الجزائر فرضيات كل مطروحة معناش مفماش فمش ريزيرفاسيون متع وتائل ومشينا لحد ومشينا ومشينا حق نصوره ومعناش كاميرا ماذا هو مشيته كاكا؟ معناش شينا وفي الهزينة كاميرا هزينة دو بورتابل نذكر بورتابل متع أكل عرفتم مئة وعشرين مئة وعشرين سمع هاجة كبيرة وقت مئة وعشرين دينار ومشينا ودخلنا للمقبرة وقعدنا غاديكا وأنا بمتبركلا معناها على الأقل اللي بدان عملت بي حاجة هيلة وراية تعمل هكا وتبدأ تصور وتعمل واحد وكل هكا دون قعدنا نصوره واحد وكل وبعد الليلتها نتذكر في الليل نتعشيه مع صابر الباعي وحسين الجسمي وحسين الجسمي عجب نياسر فادليكو ضامر وعبدو الدرياسة عدم الغدوة راجعين في نغادروا هالا قتلي ما زالوا دي سيكونس تقولوا نصوروا في الرسالة معنا ما زالت تصورت نحنا نصورنا ونحنا مشينا وداروا درك جزائري كما تقول حرص الوطني متاع تونس خرجوا سلاح ووقتها تزامنا مع دخول صابر الباعي للمقبرة لحقيقة قال هدو ما أولاد بلادي وولاد هكا الوسطات واحد وكل وتم اطلاق سراحنا الحمدلله